بسم الله الرحمن الرحيم طاب مساءكم مشاهدنا الكرام بكل خير أهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر الشورى والذي يأتيكم عبر شاشة القناة السعودية ومن المجلس في استضافتهم أهلاً ومرحباً بكم مشاهدنا الكرام مر الأسبوع الأول بعد أداء أعضاء مجلس الشورى والعضوات أداء القسم بين يدي خادم الحرمين الشريفين الأربع الثلاثاء الماضي ويوم الأربع شرف المجلس باستضافة خادم الحرمين الشريفين حيث ألقى خطابه السنوي المعتاد تحت قبة الشورى والذي رسم فيه وبين مضامين سياسة المملكة الداخلية والخارجية كانت كلمة مشاهدنا الكرام جسدت المستقبل ورسمت الواقع السعودي وشرحت الصورة وبيّنت مواقف المملكة في العديد من القضايا الداخلية والخارجية يسرني مشاهدنا الكرام في مطلع هذا اللقاء نرحب بضيوفي هنا في استوديو مجلس الشورى وهم سمول أمير الدكتور خالد بن عبد الله المشاري آل سعود عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أهلا سمول أمير أهلا وسهلا بكم حياك الله سعادة الدكتور فايز بن عبد الله الشهري رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والأثار مرحبا دكتور فايز أهلا بك شكرا حياكم الله قبل أن ندخل إلى محاورنا ونتحدث عن مضامين كلمة خادم الحرامين الشريفين ونغوص كثيرا في تفاصيل ما يجري تحت هذه القبة اسمحوا لي بالذهاب إلى تقرير قصير ومن ثم نعود شدد خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على أن الشورى نهج تسير عليه المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مبينا أنه منهج أمر به الإسلام وأكد يحفظه الله أن مجلس الشورى السعودي وأعضاءه لا يعملون من أجل مصالح فئوية أو حزبية أو شخصية وإنما لمصلحة الوطن أخوة الأخوات أعضاء مجلس الشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفضل الله نفتتح عمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى سيدنا الله سبحانه أن يوفقنا لخدمة الدين ثم الوطن والمواطن مقدراً للمجلس أعماله وجهوده المشكورة ومتمئن لكم في جروة الجديدة التوفيق والسداد كما استقبل خادم الحرمين الشريفين في الدوان الملكي بقصر اليمامة معالي رئيس مجلس الشورى وأعضاء وعضوات المجلس في دورته الجديدة وتشرفوا بأداء القسم أمامه حفظه الله معلنين بداية الدورة السابعة لأعمال مجلس الشورى السعودي نحن في مجلس الشورى كنا نتطلع بشغف شديد إلى هذه الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الله يحفظه ويرعاه والاستماع إلى الخطاب الملكي الكريم السنوي الذي يلقيه في المجلس فهذا الخطاب في الواقع هو نعتبره دائماً نبراساً لنا ومنهجاً نسير عليه طوال السنة الشورية لما يحمله من مضامين عظيمة ومعاني سامية كريمة فهو الله يحفظه ويرعاه يشخص فيه واقع المملكة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها أكد على إسلامية هذه الدولة في تشريعاتها وفي كل تعاملاتها على مستوى الداخلي طبعاً أكد على أهمية الأمن بالنسبة للمملكة عربية السعودية الأمن الداخلي وأيضاً تحدث رعا الله عن قضايا اقتصادية صرفة تمثلت في أنه رفاه المواطن واستقراره هو هدف للدولة الملك الله يحفظه ركز على الجانب الاقتصادي والظروف التي تمر في المملكة فيما تعلق بأسعار النفط ولكن أكد بالله الحمد أن المملكة مرت بمثل هذه الظروف وتجاوزتها تجاوزتها من اقتصاد إلى اقتصاد أقوى أيضاً مولاي يركز الله يحفظه على تنمية المصادر الدخل وتحقيق رؤية المملكة 2030 وهذا أمر الحقيقي أن نركز عليه في مجلس الشورى تطرق إلى أن يكون الأمن والاستقرار هو الهدف الأساسي لهذه الدولة وأن محاربة الإرهاب وتحدث عن إمكانية توفير ما يخدم المواطن في هذا المجال ثم تطرق عن السياسة الخارجية وأوضح أن جارتنا اليمن الجنوبية دولة عزيزة علينا وسوف نعمل جاهدين لتوفير الأمن والاستقرار لليمن الشقيق الدورة السابعة للمجلس الشورى مبنية على رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 مما حققت ودعا وأكد على جميع عضاء مجلس الشورى ودعاهم إلى الإخلاص والعمل بأمانة وصدق في خدمة الوطن والمواطنين وأكد حفظه الله على أن نسعى في تحقيق رؤية المملكة وتحقيق المشاريع وتحقيق دراسة جميع ما يحال إلى المجلس من المسؤولين وأكد كذلك على المسؤولين أن يكون هناك تعاون من قبل المسؤولين مع مجلس الشورى من عجل دراسة هذه التقارير يذكر أن مجلس الشورى عقد خلال دورته السادسة 286 جلسة أصدر خلالها العديد من القرارات ودرس العديد من القضايا التي يتم طرحها أو تحويلها للدراسة من مجلس الوزراء السعودي حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام إذن هي مضامين خالدة وكلمة تحمل في طياتها العديد من الأمور التي تدل على السياسة السعودية المتزنة داخليا وخارجيا اسمحوني أن أبدأ بسمو الأمير خالد سمو الأمير أولا نحيي فيك ثقة خادم الحرمين الشريفين لك ونبارك لك كذلك هذه أظن الدورة الثالثة التي يجدد لك تحت القبة ربما لثقتهم في أطروحاتك وأرائك في المجلس ومقترحاتك التي تقدمها شكرا لكم على مباركتكم وأنا أعتز بثقة خادم الحرمين الشريفين في هذه الدورة فعلا سمو الأمير الكلمة حملت معاني سامية لكن ربما نبدأ من منطلقها والخادم الحرمين يؤكد أن المملكة لن تتخلى عن كتاب والسنة منهجا ودستورا وأن سبب عزها ورقيها هو الانطلاق من هذين المنهجين تعليق سموك طبعا بدون شك المملكة قامت على المرتكز الديني الإسلامي ومحور تحرك المملكة وبدون شك أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين على هذا المرتكز من الأمور المهمة حتى لا يفهم أن المملكة تتراجع عن تمسكها بدينها وتمسكها بالعقيدة الإسلامية وبالشريعة الإسلامية ولذلك كانت بداية الكلمة خادم الحرمين الشريفين هو البدء بحمد الله ثم بآية من آيات القرآن الكريم وشاورهم في الأمر أو بجزء آية من آيات القرآن الكريم فكانت الشورى أيضا أحد الأمور التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين كأحد الأمور التي دعا إليها الإسلام ودعا إليها القرآن ووجه فيها القرآن فالمملكة دائما منذ عهد الدولة السعودية لأنه لا كان مرتكزها هو الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية واستمرت على ذلك في الدولة السعودية الثانية وهنا نحن في الدولة السعودية الثالثة نستمتع والحقيقة وكذلك ننعم بمضلة الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية في المملكة التي كانت هي المنطلق لكل نهضة ولكل مكتسب من المكتسبات التي حققنا في بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية هذا فيما يتعلق بافتخار المملكة وثباتها على هذا المنهج دكتور فايز أيضا الملك لم يغفل أي دغو الله عن الافتخار بأن المملكة تخدم الحرمين الشريفين وهذا نهج سعودي معروف منذ تأسيس المملكة مثل هذه النقطة وهذه القوة التي نرتكز عليها في المملكة ما هي ثمراتها إسلاميا وحتى عالميا خدمة الحرمين وخدمة حجاج بيت الله أولا شكرا لك ونرحب بكم في المجلس وفي هذه القاعة نسيت أن أبارك لك بالتجديد دكتور فايز شكرا لك والقاعة التي تحدث فيها كان فيها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد والتقطنا الصورة التذكارية التي تحمل معنا أبعد من موضوع الصورة وهو التأكيد على مثل هذه الثوابت هذه الثوابت في العلاقة بينما نختير ويمثل الناس في هذا المجلس وبين القيادة حفظ الله المملكة السعودية الإسلام والمنهج الإسلامي ليس خيار يعني من ضمن الخيارات الدول الحينما تتشكل مجالسها تختار نماذج السياسية والإدارية المملكة ليس خيار هذا قدر وهذا منهج وهذه طريقة ولا مجال للمزايدة على ولذلك كل التيارات والجماعات التي تحاول أن تزايد على هذه البلاد باسم الدين تخيب وتخسر وتنفيها هذه البلاد إلى خارج حلولها قدرنا وحظنا وبركة الله علينا أن نكون في هذه البلاد حظنات الحرمين الشريفين وأن يتسمى قائد هذه البلاد الذي عاد تما يصاحبه في الدول الأخرى القابل الفخامة والقابل التفخيم والتعظيم وآية الله وما إلى ذلك والأسماء الكبرى أن يتشرح بأن يكون اسم خادم الحرمين الشريفين هذا بحد ذاته حينما يكون ملك البلاد بهذا الاسم يعطي مؤشر ودلالة لكل شخص في هذه المملكة إذا كان قائد البلاد اسمه خادم الحرمين الشريفين فما هي وظيفتك أنتم مع هذا القائد وينبع منها الكثير من الأشياء والمملكة لا تحاول وأرجو أن لا نكون كذلك أن لا نزايد فهذا فضل الله علينا نحن لا نمتن على الإسلام لأننا نخدم الإسلام فلنحن أكرمنا بهذا الدين وإكرمة بلادنا من تحتضنها للحرمين ولذلك هذا المجلس ومؤسسات الدولة يجب وينبغي علينا جميعا أن نرعى هذه الميزة التي لا يشاركنا بأحد في الكرة الأرضية جميل ومن هنا العليا تحول إلى محور آخر من ضمن كلمة خادم الحرمين السمو الأمير وهو الاعتزاز بالأمن والاستقرار المحقق داخل المملكة في ظل محيط إن صحت العبارة مضطرب متأزم وأيضا كأن الملك يشير سمو الأمير وصحح لي إلى قوة الأمن الداخلي وقمع الإرهاب وضربه بل ونفيه بالمملكة ما في شك أن المملكة تنعم بالأمن والاستقرار في محيط مضطرب وهذا الأمن والاستقرار أولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحماية الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد المباركة التي تضم الحرمين الشريفين الأمر الآخر تطبيق الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية هي ضمانة للأمن لا شك والحقيقة تمسك هذه البلاد جعلها مرتعا آمنا لكل من أراد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على منهج وسطي فالمملكة في نفس الوقت أيضا هي تتبع المنهج الوسطي الذي يبتعد عن الغلو ويبتعد عن التفلت والتميع في الدين ولذلك الوسطية في التطبيق الشريعة الإسلامية وفي منهج العقدي للمملكة أكسبها هذه الميزة ميزة الاستقرار والاستمرارية والاستدامة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة نعمة الاستقرار والأمن في محيط مضطرب من الحروب والقلاق والاضطربعة المختلفة سمول أمير كانت تشير في إجابتك إلى عبارة مختزلة من كلمة خادم الحرمين وهو كان يتذكر أن خادم الحرمين الشريفين قال مثل ما المملكة ترفض التطرف والغنوفة هي أيضا في الجهة المقابلة ترفض الانحلال والتفلت هل المملكة بهذا تؤكد وسطيتها في كافة مجالات الحياة؟ نعم وهذا واضح حقيقة في سلوك الحكومة وفي سلوك الدولة وفي ممارسات المملكة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي في نشر الإسلام السمح والوسطي وفي نفس الوقت في محاربة الإرهاب والتطرف هي رسالة مثلا لجهتين دكتور خادم؟ نعم رسالة للمتزمتين يمينا والمنفلتين يساء صحيح وتوضيح للعالم بأن المملكة في منهجها تمثل الدين الوسطي وتبتعد عن كل الانحرافات سواء جهة الغنو أو جهة التفلت والابتعاد عن الدين الإسلامي ولذلك تأكيد هذا المنهج مهم في الوقت الراهن خصوصا الهجوم الذي يتعرض لها الإسلام والاتهامات الكبيرة التي تتعرض لها المملكة ومحاولة لصاق كثير من الممارسات الإرهابية وممارسات الغلو بالمملكة كل هذا تأكيد من خادم الحرمين الشريفين أننا بعيدون عن هذا التطرف بعيدون عن الانفلات نعتز بأن نكون وسطيين وسطيون في منهجنا وسطيون في اعتقادنا وفي شريعتنا وفي تحكمنا لكل ما يدعو إليه وهذا ما يعترف به العقلاء في العالم نعم دكتور فايز الملك قال أيضا في المقدمة وهي الأمور التي ركز عليها أيده الله أنه نفتخر بخدمة المجتمع وبرفاهيته وبضمان الاستقرار له هل خادم الحرمين الشريفين يشير إلى أنه في دول تصارع شعوبها دول تقمع شعوبها دول تجحف شعوبها على حساب الآخر المعنى المقصود تحت خدمة المجتمع المعنى كبير وواسع يعني والمعنى هو التطبيق الذي نراه ونشاهده في كل مكان يعني حينما تنظر إلى بعض الدول العربية التي منى الله عليها بثروات كبيرة ومنى عليها بأراضي فيها إمكانات أيضا كبيرة للجراعة وغيرها وفيها ثروات مثل البترول وغيرها من الفصفات وغيرها من معادن وتجد أحوال شعبها وهم لاجئون أو يتقاطرون إلى المهاجر الغربية ويعانون ويقاسون ونجد في هذه البلاد برغم أن الغلة الوحيدة هي النفط التي استثمرت في التنميخ تسع خطط تنموية والآن نحن نتحدث عن رؤية 2030 وتحول وطنية 2020 هذا هو التطبيق العملي نحن طموحاتنا كبيرة كشعب والقيادة ترجمت بخطاب خالد الحرم طموحات أيضا أكبر من طموحاتنا نريد أن نكون دولة يليكوا بنا مكاننا بين العالم أن نكون دولة ناهضة صناعية تنموية ولذلك هذه القرارات التي صدرتها محاولة لإعادة ترتيب الأمور ووزنها باتجاه المستقبل المملكة السعودية تتكي على القاعدة الأساس التي وحدت المملكة السعودية والإسلام الشعوب الجزيرة العربية وقبائلها لم يتوحدوا خلف بئر نفطة وخلف صندوق وقروض تنموية كانت توحد وخلف راية التوحيد والوحدة السياسية والفكرية والاجتماعية التي حضرت ثم نهضت هذه البلاد بفضل الله أن تنصر الله ينصركم وتفجرت الثروات وأصبحت البلد بهذا الغناء ولم تغني بقط شعبها أغنت ملايين الناس كم عدد الذين وفدوا من السبعينات حتى لا في المملكة السعودية واستفادوا من ثروات المملكة عربا وغير عرب وصلنا إلى 200 واحد جنسية في مرحب مراحل موجودين يعملون في هذه البلاد حدثني عن بلد آخر استفادوا من هذه الثروات التي لديها مما تحولت إلى قطاعيات لأشخاص محددين أو نهبت من قبل حكومات انقلابية وعسكرية وما إلى ذلك ولذلك النموذج موجود واجبنا نحن واجبكم أنتم في الإعلام واجبنا نحن في مجلس الشورى واجب كل فلذلك مجتمع أن يصون هذا المكتسب وأن يرعاه وأن يحميه وواجبنا أيضا كمؤسسات الدولة ومؤسسات الحكومة أن نستثمر هذا المنجز العظيم لنطلق لما هو أفضل إذا قصرت في عملي كعضو شورى أو مسؤول أو وزير أو مسؤول فهنا ينبغي أن يكون سؤال التاريخ لماذا تقصر كل شيء متاح لك والأنظمة وخطاب الملك في افتتاح الدورة هو خطاب بنائي خطاب يدعو إلى المستقبل ويدعو إلى التنمية وأيضا يبين مرتكزات الدولة التي هي على الأمن وعلى الخطط التنمية وعدم التدخل والسلام العالمي ودعم السلام العالمي أيضا منطلقا من رسالة هذه الدولة كما ورد في نظام الحكم أنها دولة تحكم وأنهجها والشريع الإسلامي جميل سمو الأمير مهما يعني وأسف على العبارة أكرم المجلس من ذلك مهما نعقت غربان هنا أو هناك تسب أو تهمز أو تلمز المملكة فإن منهجها واضح الملك أكد على استمرار الإعجاب العالمي بالمملكة تأثيرها الإقليمي والدولي قوتها الاقتصادية أكد كذلك على تميز علاقتها وأن الملك وحكومة الملك وحتى أنتم في مجلس الشورى تجدون الاحترام والتقدير في كل دولة تزورنا هذا من أين انطلق من أين نبع لماذا هذه الميزات أولا المملكة طبعا بدون شك أن قادتها حافظوا على منهجية ثابتة وراسخة وهذه المنهجية لها مرجعية ثابتة وراسخة مرجعية الإسلام وعقيدة الإسلام الوسطية ولذلك التعامل مع المملكة تعامل دائما منذ عهد الملك عبد العزيز حتى يومنا الحاضر هو تعامل بمنهجية واحدة لا تجد هناك اضطراب في التعامل مع الآخرين سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي الدول تعلم سياسة المملكة وتعلم ثوابتها تعلم أن المملكة وقادتها صادقون في حديثهم صادقون في تعاقداتهم صادقون في نواياهم واضحون في مقالاتهم وسياساتهم لا يبطنون شيء ويخفون يعلنون شيء ويبطنون شيء آخر ولذلك المملكة اكتسبت هذه المصداقية واكتسبت تبعا لهذه المصداقية الاحترام إضافة إلى المملكة سخية قدمت الكثير للدول والشعوب قدمت الكثير للمنظمات الإنسانية قدمت الكثير للمسلمين قدمت الكثير لدعم قضايا المسلمين القضية الفلسطينية قضايا كثير في العالم الإسلامي رغم سمو الأمير رغم أن تورعنا في سنوات ماضية من الإعلان عن ذلك صحيح صحيح وهذا كان خطأ منهج المملكة دائما ليس التفاخر وليس الإعلان والمنة على الناس إنما كانت تنفق بسخاء بصمت ودائما بصمت ولا تضطر للإعلان إلا إذا هجمت أو كانت هناك أصوات نائقة تحاول التقليل من دور المملكة لذلك تعلن المملكة ما قدمت من معونات ومساعدات وأدوار ليس فقط لخدمة المستضعفين لكن أيضا المملكة قدمت قرارات لمنح الاستقرار الاقتصادي على مستوى الدولي والعالمي حافظت في أوقات كثيرة على أسعار النفط وعلى إنتاج الكافي من النفط حتى تجنب الأسواق العالمية للضراب والانهيارات والاهتزازات الاقتصادية ويكفي أننا في الوقت الراهن تعاونت المملكة وخفضت تخفيض ليس بالقليل في سبيل المحافظة على أسعار النفط والمحافظة على مدخلات المنتجين الآخرين سواء كان في منظمة أوبك أو حتى خارج منظمة أوبك وجهودها واضحة الحقيقة في تقرير أو تحديد السوق العالمي وشكرت على ذلك من قبل الدول ولذلك المملكة على المستوى السياسي لها احترام وتقدير على المستوى الاقتصادي أصبحت عضو في مجموعة العشرين الدولية تمثل أكبر اقتصادات على مستوى العالم على مستوى الإسلامي على المستوى العربي على مستوى الخليجي كل هذه المستويات كلها المملكة حققت سمع طيبة فهي تستحق هذه المكانة أكبر دكتور إذا اتفقنا مع سمو الأمير وكل ما قاله حقيقة وواقع إلا أن المملكة هناك من لا يتنبأ بما ستقوم به المملكة سياسيا واقتصاديا وأمنيا ورغم ذلك هي شفافة وتتميز بالمصداقية والوضوح كما قال سمو الأمير وليس لديها سياسة المؤامرات والتخفي واللعب من تحت الطاولة مع ذلك هذا أعطاها الإرادة والقوة والعزيمة وأن دول العالم الكبرى والصغرى تحترمها وتقدرها وأيضا تعتبر كلمة المملكة مسموعة لها مكانتها من أين اكتسبت المملكة هذا؟ المملكة السعودية وهذا واقع نحن لا نريد أن نتحدث بالحديث الذي يكرر نفسه وبالتالي يخرج المعنى الحقيقي لما نحن فيه وما نمثله في المملكة السعودية المملكة السعودية طول تاريخها وكانت بيت الحكمة للعرب والمسلمين وهذا واقع حينما كان الخصام شديدا بين الفصائل اللفغانية استقبلتهم واستضافتهم وصالحت بينهم الفرق اللبنانية والطواف جمعتهم وساد الأمن والسلام بعدها الفلسطينيين بين فريقين أتت وانتهت وانتهت حرب اليمن وما قبلها على مدى أشهر والمملكة ومدنها في الرياض وجدة كانت مكان الاستقبال وفود من كل مكان للم الشأن اليمني ومحاولة جعل هذا الجار العزيز آمن ومطمئن والتدخل المملكة في إعادة الاستقرار إلى لبنان بالمال وبالرجال في سنوات طويلة جدا التدخل في البحرين كانت دخل سلميا لمصلحة القرار التاريخي للملك فهد رحمه الله في درع الفتنة هذه أدوار المملكة السعودية ليس هناك أدوار أخرى يمكن الحديث عنها هذه هي شواهد تاريخية بل هي سجلات التاريخ المعاصر ولذلك نحن نعتز بلدنا ولدينا طموح ولدينا التطلع أن نكون أفضل وأن نكون أحسن وأن نتجاوز كل هذه الإشكالات التي تحاصرنا من كل مكان لكن نحتاج أيضا إلى أن يمد الجيران الأيدي الصادقة لنا للأسف الشديد في أكثر من مرحلة هذه الحسنة التي بادرت بهذه المملكة كانت تقابل؟ كانت تقابل لا أقول بالإساءة كانت تقابل ولا نريد من أحد إلا مننا ولا شكورة ولكن نريد هل جزاء الإحسان للإحسان إذا لم تستطع أن تكون معي فكف عني شرك ولكن سياسة المملكة كموعلنة الخطاب الملكي الكريم واضحة مع استقرار الشعوب مع عدم التدخل في شؤونها مع أن تبقى هذه الشعوب بكرامتها وأمانها ولذلك حتى في ظل التقشف الاقتصادي التي تواجهته المملكة وكانت مضطرة إليه لم تبخل ولم تكف يدها عن دعم مسانة الأشقاء في كل مكان وأعلن الكثير برامج وكثير من الشباب وسائل الإعلام يتحدثون لماذا هؤلاء عملوا ولماذا ندعمها هذا قدر تاريخي لهذه الدولة هذا قدر الكبار نعم بمكانها ومكانتها أن لا تقابل الإساءة بالإحسان وتحاول أن تلم الشمل لأنها بيت العرب الذي بقيه في ظل لكنها في المقابل إذا غضبت ورأت من أحد محاولة المساس بأمنها وبسيادتها وباقتصادها هي ذاتية طويلة عبر التاريخ كل من حاول صغيراً أم كبيراً دول ونرى الحركات التي تمت في بعض التيارات العربية في الستينات ثم الحركات المؤدلية والمتطرفة التي حاولت عدت تخيب وتخسر طبعاً لكل نجاح شروط ولذلك نحن نحرص ونعزز هذه الشروط شروط الاحتفاظ بوحدتنا الاجتماعية عزنا بديننا التفافنا مع بعضنا البعض عدم الالتفاف لهذه الأصوات حاول أن تشتتنا هذه الشروط شروط الوحدة والقوة هي شروط الاستمرار في المستقبل ونستمر على هذه الشروط أنا ودي أضيف أن الملكة في مقابل أنها سخية وكريمة ولا ترجو شكورة من أحد وتهدف إلى الاستقرار في نفس الوقت هي حازمة في التعامل مع كل الخروقات التي يمكن تخرق أمن المملكة أو أمن المسلمين ولذلك أدوارها كبيرة جداً الحزم في التعامل مع غزو الكويت من قبل صدام كانت الملك فهد في وقتها حازماً في اتخاذ قرار الحرب وعادة الأمور إلى نصابها في الكويت كانت المملكة حازمة في البحرين عندما تدخلت المملكة لمنع الاختراق الإيراني للبحرين حازمة في اليمن عندما كاد التوغل الصفوي أن يبلغ شعواً بعيداً في اليمن فتدخلت لمنع ذلك وإعادة الشرعية إلى مكانها فهي حازمة في كل قضاياها وتعاملها يقابل هذا الرخاء والسخاء والتعامل الحسن أيضاً حزم في التعامل مع الخروقات والقضايا التي تهم أمن المملكة ومن حديثكم سمو الأمير محوري حول الأمن الداخلي الذي أصبحت كثير من دول العالم على مستوى أمريكا ودول أوروبا تريد أن تستفيد من التجربة السعودية في قمع ووأد الإرهاب وجذوره وقطع أوصاله هذا النجاح كيف يجير وما هي أسبابه؟ طبعاً بدون شك المملكة تعرضت لمحاولات إرهابية كثيرة جداً وكل التنظيمات الإرهابية تبين لاحقاً أن وراءها جهات خارجية استخباراتية خارجية هدفها زعزعة الأمن واستغلال بعض ضعاف النفوس وبعض الشباب المتهور في إغرائهم وغسيل أفكارهم وتوظيفهم لضرب الأمن في المملكة لكن إن كانت المملكة ولله الحمد حازمة تعاملت مع قضايا الأمن الداخلي تعامل حازم وقضت على الإرهاب ولله الحمد أصبحنا لا نكاد نسمع عن حادثة رهابية إلا في النادر بسط الأمن ولله الحمد وكان نتيجة هذا الحزم أيضاً تعاون وتكاتف من قبل المجتمع من قبل المواطنين في نفس الوقت المملكة على الصعيد الدولي أنشأت أو نظمت المؤتمر الدولي لمحاربة الإرهاب ومكافحة الإرهاب ودعت شعوب الأرض ودعت الدول إلى التعاون لإنشاء جهة تعنى بمنع الإرهاب ومحاربته وفي نفس الوقت لم تتوقف عن ذلك أنشأة التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب وكان هذا ضربة قاصمة للجهات التي ترعى الإرهاب والتي تتهم المملكة والتي تتهم المملكة بأنها هي مصدر الإرهاب ورعاية الإرهاب فبذلك يرتد الشر إلى نحر صاحبه ولله الحمد المملكة حققت نتائج كبيرة جداً أشادت بها الدول ولله الحمد حتى تعاون المملكة على الجانب الاستخباراتي مع الدول الأخرى منع كثير من حوادث الإرهابية التي كادت تودي بحياة أعداد كبيرة من البشر وعلى سبيل المثال ما ذكرته رئيسة وزراء بريطانيا عند حضورها لأعمال مجلس التعاون الخليجي الأخير في البحرين عندما قالت وشكرت المملكة على أن كان لها الدور الكبير في منع حوادث إرهابية كادت تقع في بريطانيا وكادت تودي بحياة أعداد كبيرة من المواطنين المواطنين أفوت لي سمو الأمير في نهاية الحلقة أنا أطلب منك ومن سعادة الدكتور فايز بكلمة وتعريف للجهد الكبير جداً الذي يبذله رجال الأمن في الداخل وجنودنا البواسل على الحدود لكن هذا سأرجعه قليلاً الدكتور كان هناك سطر جميل في كلمة خادم الحرمين الشريفين وقف أمامه الجميع واعترفوا بأنه فعلاً واقعي إذا كنا عشرين مليون مواطن في كافة المناطق والمدن والمحافظات والتوجهات والقبائل والأعراف إلى آخره خادم الحرمين الشريفين قال ما يميز مجلسكم أنه ليس فيه مجال للفئوية ولا للحزبية ولا للعنصرية فعلاً لم نكن نتنبى بأي اسم ومع ذلك اختيرة أسماء يرضى عنها الكثير من المواطنين كيف تعلق على الاختيار الممنهج هذا؟ والتعليق قد يكون غريب بعض الشيء يعني أي عضو مجلس برلمان أو شعب أو أمة في أي مكان إلى حد كبير هو ملتزم بالوعود الانتخابي التي قدمها للنصر صحيح وهي العهد الذي بينه بين الناس ومع المناختاره في حالنا نحن الاختيار خادم الحرمين الشريفين كرئيس للأمة يعني بكل الأمة السعودية بكل مكوناتها العهد الذي بيننا وبين القيادة وثقت فينا هو القسم نحن أقسمنا أمام خادم الحرمين الشريفين وقبل ذلك أمام الله سمعه وتعالى وأمام المسلمين ومام كل الناس على قسم عظيم ومغلط هذا القسم إذا ترجمناه إذا وفقنا إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى وترجمنا هذا القسم إلى برامج عمل ومرجع في قراراتنا وتصويتاتنا سيكون الأمر عظيم وأمر جلل ولذلك في كثير من الأمور في هذه القاعة كثير من القضايا حينما تأتي يأتي لديك الصراع النفس اللوامة هل ترضي الناس بما يرغبون ويشتهون أم بما يحتاجون أحيانا قد ما يحتاجه الإنسان الدواء المرة أنت تحتاجه ولكنك لا ترغبه الناس ترغب في قرار ضخم ويعطيه جماهيرية كبرى وقد لا ينفذ لأن الإمكانيات لا تسمع أو تريد صوت غاضب يعبر عن إحباطاتها وأمالها وتحميش بعضها أو ما إلى ذلك لكنها لا يؤدي إلى شيء ولذلك حينما تتذكر مثل هذا القسم مثل هذا الواعد ومثل هذا الذي قطعت على نفسك أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام المسؤول عن أمر هذه البلاد تجد أن الأمر عظيم الأمر الثاني أننا لسنا تحت ضغوط أن نسقط فئة دون أخرى كما تحصل في بعض المجالس هذا ليس تقليلا من النظام الانتخابي والنظام البرلماني فهذه أنظم موجودة ولدينا ونطمح لأن يكون هذا المجلس يوم الأيام في مستوى البرلمانات التي في العالم سواء حضورا أو مقدمات مقدمات ونتائج هذا طموح مشروع لا يمكن أن نصادر على لكن أتكلم عن الواقع الحال لسنا مضطرين أن نصدر قرارا أو نتبنى فكرة استجابة لضغط أو مجموعات ضغط ولذلك حينما تحصل بعض هذه الأفكار عبر شبكات الاجتماعية بالضغط على المجلس أو العضاء واستباق قرار هنا يتنادى العقالاء ويقولون ماذا؟ هل نستجيب للضغط أم لما يحتاجه الناس وما تفرضه المصلحة وما يتوجبه علينا أو ما يجبه علينا القسم الذي أقسمناه هذا الصراع صعب جدا ولا يستطيع أحد أن يستوعبه بشكل كامل إلا من عاش هذا الصراع ولذلك كنت أحدث بعد الزملاء السابقين من عضاء المجلس قبل التحاق بهذا المجلس ولا أستوعب وحينما تشرفت بأن أكون في هذا المجلس وجدت أن هذه حقيقة الأمر الآخر أن التنمية المتوازنة في المنكر السعيدي ليست تنمية حكومات حزبية عادة الحكومات الحزبية تركز على انتماءات الحزب أو رئيس الحزب أو الفئة الغالبة في الحزب سواء كانت فئة مصلحية تجار صناعيين وغيرها أو فئة مناطقية وما إلى ذلك هذه الحالة ليست موجودة علينا لكن الذي يحصل هو طموحات الناس حينما تقارن ما تشاهدوا على الشاشات من صراخ وحيان خطابات حماسية في بعض المجالس وتطالب هذا المجلس أن يمارس نفس الدور لسنا تحت هذه الضوء التي يعانيها الآخرون حتى نمارسنا هذه الدور ثم أن صفتنا التنظيمية وصفتنا الإدارية ليست بصفة هذه المجالس المجدد في الخارج فعلا نحن نمثل المصلحة العامة بكل أقسامه وتنوعاته وكل شخص بانتماءاته العلمية والجغرافية وأحيانا المذهبية والفكرية يغذي هذا التنوع ولا يفرقه جميل جميل ولعل إن شاء الله تسعفني الأيام لاستضافتك في البرنامج مستقبلا حتى نتحدث بشكل أكبر ونغوص في تفاصيل هذا التعليق الجميل ونبدأ وجهة نظرنا حوله ونستمع لرأيك حول وجهة النظر لكن اليوم بما أننا نتحدث عن مضامين خادم الحرمين الشتريفين فلن نتعمق كثيرا في الدور المطلوب والمناطب العضو سمول أمير خادم الحرمين الشتريفين ذكر أنه سياسة المملكة العربية السعودية القادمة ستعتمد على تنويع مصادر الدخل وهذا بدى واضحا منذ توليه حفظه الله وأشار إلى أنه من حق الأجيال القادمة أن تنعم بشيء مما تكتنز هذه الأرض ثم عرج على تحقيق رؤية عشرين الثلاثين كيف قرأت هذه اللفتة القادمة للأجيال القادمة؟ ربما لن يلحق بهم خادم الحرمين الشتريفين أو نحن فلماذا بعد النظر هذا والحرص على الأجيال القادمة؟ بدون شك أن الموارد الأحفورية الناظبة لا بد أن تنضب في وقتنا من الأوقات وإن لم نتدارك هذا الأمر في وقت مبكر ونسعى إلى تحقيق تحول من الموارد الغير مستدامة إلى موارد مستدامة فإننا قد نواجه وتواجه جيالنا وأبنائنا وأحفادنا قد يواجهون مشاكل كبيرة جدا في المستقبل بعد نظوب الموارد الأحفورية الموجودة غير المستدامة ولذلك خادم الحرمين الشتريفين الملك سلمان حفظه الله منذ تولى الحكم سعى إلى تنويع مصادر الدخل والبحث عن بدائل دخل مستدامة تحمل صفة الاستدامة والاستمرارية ومن ذلك بنيت رؤية عشرين ثلاثين هذه الرؤية هي لتحقيق انتقال من الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للاقتصاد السعودي إلى أن نبدأ في تنويع مصادر الاقتصاد ومصادر الدخل حتى تصبح لدينا مصادر مستدامة أي متجددة بالتالي هذه المصادر المتجددة تحقق نوع من الاستدامة لبقاء المملكة والأجيال القادمة في مستوى معيشي وتنموي نطمح إليه ونرجوه ونأمل أن يتحقق لأجيالنا القادمة طبعا هذا التحول لا بد له من إجراءات وهذه إجراءات تبدأ بوضع خطط واستراتيجيات ولذلك خطة رؤية المملكة في التحول وعشرين ثلاثين وضعت هذه الآليات العمل ووضعت نطاق زمني لكيفية التحول ورفع الكفاءة التشغيلية وتجنب الهدر وفي نفس الوقت رفع الكفاءة للفرد السعودي مهنيا وعلميا حتى يصبح أولا نحول المجتمع إلى مجتمع معرفة يعتمد على إنتاج الفكر وإنتاج العقل والمخترعات والابتكارات وتسويقها للعالم بدلا من أن يكون مجتمع معتمد ومستهلك وكذلك بناء إنسان قوي صحيا جسديا وقوي عقليا وعلميا حتى يتمكن من ممارسة أدوارها التنموية في المستقبل ولذلك كثير من التركيز كما ركز خادم الحرمان الشريفين على الجانب الصحي والجانب التعليمي واهتم بهما في كلمته وخطابه الكريم فهذا يدل على أن التعليم والصحة ومن أهم الأمور التي تواجه التنمية وبالتالي بناء إنسان سعودي متعلم مهني وفي نفس الوقت صحيح عقليا صحيح جسديا هو الضمانة بعد الله سبحانه وتعالى لتحقيق هذا التحول فالتحول يحتاج إلى أن تعتمد على قدرات وكفاءات لكي تتحول إلى اقتصاد مستدام اقتصاد متجدد الدخل لا بد أن تكون لديك أفراد متعلمون وأيضا في وضع قادرين علميا وعقليا وصحيا جسديا لقيادة هذا التحول جميل أتمنى أن لا نكون بحديثنا هذا ولملمة هذه المظامين الكبيرة أن نختزل كلمة خادم الحرمان الشريفين في تعليقاتنا وإن كانت تعليقاتكم في غاية الروعة والجمال إلا أننا نخشى أن نختزل ذلك فلذلك أنا ستحول إلى حديث تحت القبة في العشر الدقائق الأخيرة بالأمس دكتور فايز يوم الاثنين أظن بدأت في تجسيد عمليات اللجان وتحديد اللجان وعضويات الأعضاء تحت كل لجنة أنتم أعانكم الله سترأسون لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والأثار حدثني عن هذه اللجنة أنت كرئيس ماذا تنتظر من الأعضاء في لجنتك ماذا ستقدمون وأعلم أن هذا السؤال كبير جدا إذا تحدثنا عن سنة أو عن دورة لكن حدثني ماذا ستقدمون في الدورة القادمة شكرا بالنسبة لي ماذا أنتظر من الأعضاء هم ماذا ينتظرون مني منك أنت هم الذين منحوني الثقة وفي اللجان البرلمانية والشورية رئيس اللجنة هو حامل الأوراق والمعاملات فلا تذهب بعيدا هو فقط ينستق جهود زملاء الأعضاء الذين هم من كرام الناس الذين قدروا بعض ما يرون في أخ لهم وكلفوني وشرفوني بهذه المهمة ولكن قامات من القامات الغطانية في المجال الفكري والثقافي والأدبي وسعدنا بانضمام أعضاء جدد من الذين التحقوا بالدورة السابعة اللجنة كما تعلم هي لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والأثار من اسمها يدل على معناها ومهامها نحن في اللجنة نعنى بشكل كبير جدا بتقارير الأجزاء الحكومية المسؤولة عن هذه الوظائف وزارة الإعلام والهيئات الإعلامية المختلفة هل ستكونوا نقاسين مع وزارة الإعلام؟ هل تشعرون بتقصير؟ هل تشعرون بأن الجهاز يحتاج إلى مزيد من جهد؟ دائما الإعلام في كل مكان في العالم هو متهم لأن الإعلام هو وجهة نظر في النائح الإعلام بنفسه بكل مؤسسات وجهة نظر نحن في اللجنة لدينا طموحات كبرى ولدينا أفكار ولازلنا الآن نعد العدة لاستقبال الرؤساء الأجهزة وكل ما اختزناه من أفكار ومعلومات وملاحظات وقد وجهنا للهيئات تعمل بشكل دائم والذين يعملون فيها مع أبناء المجتمع ليسوا غرباء أتونا من الفضاء وبالتالي دورنا ليس فقط النقد والبحث وتصيد الأخطاء هذا جزء من المهمة ولكن الجانب الآخر هو الدعم والمساندة مؤسسات الإعلام ومؤسسات تحتاج إلى دعم ومساندة الإنتاج الإعلامي كما تعلم وأنت بالإعلام سنة كاملة من العمل والإنتاج تحرق في ساعة بث واحدة تطلعات الناس كبيرة المقارنات المرجعية للناس عالية جدا كنا في السابق نتحدث عن غصب واحد وغصب اثنين في ثقافتنا الشعبية أرجو من المنتاج أن لا يخرج لا هذا صحيح بمعنى ليس أمامك إلا إذا لم تتحملوا في القناة السعودي هذا الكلام فمن يتحمل إذا ليس أمامك إلا قناة واحدة وقناة اثنين الآن المشاهد يتطلع ويشاهد عشرات بين محات القنوات ولذلك طموحات سقفة طموحات لا سقفة وهذا يضفي مهمة على المؤسسات الإعلامية الوطنية ويضفي مهمة أيضا صعوبة ومشكلة على لجنة الثقافة والإعلام لكن إذا كان هناك نسبة لتقدم للأمان فسنحاول ندفع هذه النسبة نساعد فيها لا نعد بأننا سوف نحل كل مشكلات الإعلام لأن الإعلام علل ومشكلاتها كثيرة وفي المقام الأول هي كفاءات وموارد وأيضا منافسة شرسة الإعلام الآن لم يعد إعلام ترفيهي فقط الإعلام هو القوة الناعمة نحتاج في المرحلة القادمة إلى أن تكون مؤسسات الإعلام الوطنية هي كتيبة من كتائب صيانة المجتمع في الداخل والدفاع عنه وشرح وجهة نظر الخارج إذا لم نستطع في مؤسسات الإعلام سواء كانت مكتوبة أو المسموعة أو المرئية الإلكترونية أو تقليدية إذا لم نستطع أن نكون على قدر هذه المرحلة من هذه التحديات الكبرى كل الدول الكبرى دائمة العضوية في مجموعة العشرين لديها قنوات تنطق باللغة العربية وتتوجه للجمهور العربي لماذا؟ هل يريدون مننا أن نكون أفضل؟ هم يحاربون سراً وعلاً في بعض هذه الدول هم يريدون أن يصلوا لعقل وقلب المستمع والمشاهد العربي نحن أولى أن لا يخطف أبنائنا إلى هذه المؤسسات نحن أولى أن نعمل بشكل كبير جداً ندرك أن الإعلام هو الذي يغير المؤسسات الإعلام هي التي تختطف العقول على مدسات خاصة للأجيال الجديدة لا يستطيع الأب أو الأم أو المدرسة أن تحظى بهذا الوقت المنعزل مع الشاشة ولكن يحصل على الإعلام ولذلك الدور الكبير ليس فقط لجهة ثقافة الإعلام أو وزارة الإعلام هو دور مجتمعي لا شك ينبغي أن نعيد الإعلام إلى دورة كوظيفة اجتماعية تستطيع أن تتلاقى مع طموحات المجتمع وترتق به ولا أن تعيد إلى الخط جميل ومن حديث الدكتور فايز المليء بالشفافية والمستيقية والتجرد والواقعية نحن أيضاً سنكون عند حسن ظنهم وسنسلط المجهر على المجلس وأعماله بكل دقة ونقبرهم بتطلعات وآمال وطموحات الشعب السعودي لجنة التعليم والبحث العلبي وأنت رجل أتيت من وزارة التعليم ولك تاريخ جميل في هذا الميدان أنت تتحدث الآن عن ثلاثين جامعة سعودية وسبع جامعات أهلية بالإضافة إلى أكثر من ستة وثلاثين ألف مدرسة وستة ملايين طالب وطالبة أمالكم تطلعاتكم طموحاتكم تحت القبة في خدمة هذا الميدان شكرا جزيلا لأشرفت الحقيقة بعضوية لجنة التعليم والبحث العلمي منذ الدورة الخامسة والدورة السابقة السادسة وحرصت أن أكون دائما في لجنة التعليم والبحث العلمي طبعا أنا لي خلفية في التعليم العالي عندما كنت وكيلا لجامعة الملك سعود وقبلها كنت عميد لكلية الإمارة والتخطيط وكذلك لتجربة مع التعليم العام عندما كنت نائب الوزير التربية ولذلك حاولت أن أكون أن أوظف هذه التجربة والخبرات التي تراكمت لدي في دراسة الموضوعات التي تهم التعليم بشكل عام والبحث العلمي والاستمرارية في هذه اللجنة يدعم عملية بناء الخبرة وفي نفس الوقت استمرارية العطاء لم أشاء أن أنتقل إلى لجنة متعلقة بتخصصي الأساسي وهو تخصص العمارة والهندسة وبل حافظت على أن أكون في مجال التعليم لأن التعليم هو مجال من أهم المجالات فإذا صلحت تعليم صلحت كل المجالات الأخرى والتعليم يعالج كثير من القضايا يعني التعليم إذا كان لديك أمة متعلمة فستكون أمة ليس لديها فقر صحتها جيدة ووضعها الاقتصادي جيد وبالتالي التعليم دائما بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه هو الأساس في معالجة كثير من القضايا التنموية ومن هذا المنطلق أنا حرست أن أكون في لجنة التعليم لأستطيع أن أسهم وأساهم مع زملائي في خدمة هذه القضايا واقتراح ما يمكن اقتراحه ومعالجة كثير من الأمور التي تهم التعليم في اللجنة جميل اسمح لي سمو الأمير دكتور فايز أظن اليوم بدأ المجلس فعلا فعليا في مناقشة جدوى الأعمال وهو الحديث حول ذلك واستمعتم إلى مداخلات جديدة وأصوات جديدة عليكم في المجلس أتمنى لكم كل التوفيق وأن تكونوا فعلا صوتا لنا كما أختاركم خادم الحرمين ووضع فيكم ثقته معي دقيقتين أبدأ بك دكتور فايز وأتمنى أن تكون رسالتك موجهة لأكثر من 150 ألف جندي يتناوبون على حماية الحدود في قواتنا المسلحة ماذا تقول لهم كعضو شورا أولا أنا كتبت مقال رجل العام هو جندي الحد الجنوبي هو رجل العام في المملكة السعودية وكل عام لكن في هذا العام كان الدور الأبرز لقواتنا المسلحة ولكوات الأمن في مكافحة الأخطار التي تتهددنا سواء في الداخل مخدرات وإرهاب أو في الخارج هذا الجيش العظيم الذي يذود عن حياض بلد الحرمين الشريفين دائما أقول أن الجيش العربي السعودي هو ليس جيشا عقائديا يحارب من أجل حزبه ومصلحه هو جيش لحراسة الحرمين الشريفين ومن يرعى هذين الحرمين الشريفين وللحراسة التنمية التي استفادها منها ملايين المسلمين ويعيشون وينعمون ويأتون في أمن وأمان تحية وتقدير لكل هؤلاء الشرفاء الذين يقفون في البرد والحر وفي كل الطقوس ورغم كل الظروف على حدنا الجنوبي وعلى كل حدود بلادنا تحية لرجل الأمن الباس الذي واجه عصابات المخدرات والإرهاب وكل من يريد الشروب بهذا المجتمع وأجاله تحية أيضا للقادة والمسؤولين الذين وضعوا الخطط والاستراتيجيات وهذا حق لا بد أن نقول لمن أنجز وعمل شكرا وشكرا أيضا لكل من ساند هذا الجهد من رجال الأعمال ومن مؤسسات الأخرى لا بد من دعم هؤلاء المجاهدين وهؤلاء الذين يقفون على حدود بلادنا ودعم أسارهم ودعم كل احتياجاتنا شكرا دكتور فايز سبولمير في دقاء الثواني كلمة للأعضاء أنا أقول للأعضاء جميعا أبارك لكم ثقة خادم الحرمين الشريفين وأعلم أن المسؤولية عظيمة على أعضاء مجلس الشورى ولذلك لا بد لنا من أن نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق على النعم الجاهدين لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين لأن تنعم المملكة بالرخاء والاستقرار وأن يكون مجلس الشورى مرفقا فاعلا في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية بإذن الله شكرا لكم سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله مشاري آل سعود وسعادة الدكتور فايز بن عبدالله الشهري عضوي مجلس الشورى الشكر يمتدي إليكم أيضا مشاهدين الكرام على المتابعة الدائمة لقناتكم السعودية التي ستكون بإذن الله وكانت منبرا لكم لطرح أمالكم وتطلعاتكم هذا مجلس الشورى وعبدالرحمن البشري أودعكم ألقاكم الثلاثة القادمة في أمان الله